حياكم الله إخواني وأخواتي المقبلين على اقتبار القدرات نكمل معا لأهم أسئلة تجميعات الاختبار المحوسب نماذج الـ 85 نموذج الملف الثالث مع السؤال السادس بلقارن بين القيمة الأولى 7 تقسيم 4 والقيمة الثانية 1.75% أبسط الآن هذا الكسر 7 على 4 السبعة فيها كم 4؟ السبعة فيها 4 واحدة وتبقى ثلاثة هكذا ثلاثة على نفس المقامة 4 وانتوا عارفين طبعا أن الثلاثة أربعة هذه هي 75% يعني القيمة الأولى تكون 1 صحيح و75% والقيمة الثانية 1 و75% القيمتان متساويتان وبكده أخطار G نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السابع والقارن بين القيمة الأولى الجذر التكعيبي أو الجذر الثالث ل27 من ألف والقيمة الثانية 3 من 10 طبعا واضح أن القيمة الأولى هي اللي فيها شغل وتبسيط أعيد كتابتها هكذا الجذر الثالث ل27 على ألف انتوا عارفين طبعا أن الجذر التكعيبي للعدد 27 يساوي ثلاثة والجذر التكعيبي للألف يعطينا عشرة ثلاثة على عشرة هي نفسها ثلاثة من عشرة وهنا ثلاثة من عشرة القيمتان متساويتان وأخطار G مع السؤال الثامن على الجذور بقارن بين القيمة الأولى الجذر التربيعي لـ 121 تربيع ناقص 111 تربيع والقيمة الثانية 60 ذكرنا سابقا إذا كان في جذر وعدد أفضل شيء أننا أربع القيمتين أربع القيمة الأولى عشان التربيع يروح الجذر وأربع القيمة الثانية هتكون الآن القيمة الأولى 121 تربيع ناقص 111 تربيع أستخدم هنا الفرق بين مربعين لأن هذا العدد مربع وهذا العدد مربع أفتح الآن قوسين هكذا هنا جمع وهنا طرح نفس العددين 121 زائد 111 وهنا 121 ناقص 111 أجمع الآن هنا 1 1 2 وهنا 3 وهنا 2 ضرب أطرح الآن 1 ناقص 1 0 و2 ناقص 1 1 وهنا 0 يعني 10 هذا العدد لما يضرب في 10 يطلع 2320 وهنا طبعا 60 تربيع معناها 60 ضرب 60 أضع الصفرين وال6 في 6 في 36 طبعا واضح الآن أن القيمة الثانية أكبر من القيمة الأولى وبكده أختار بقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة